خلينا ناخد التليفون ونكمل مدام سامية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي دكتورة أنا عمري 60 سنة عملت عملية فتء سري مري عملية فتء سري وبيحصل لي انسداد نتيجة أن عندي سمنة أنا عندي خشونة فما بمارست الرياضة وأبلي ضعيف جدا يعني ممكن أركز على الحلويات يعني أكتر من الوكبة الرئيسية بتاعتي إيه هي اللي أنا أقدر أعمله أخلي منطقة البطل هي السمنة عند حضرتك يا مدام سامية كلها في منطقة البطل السمنة في الأرداف والبطل تمام يا وطبعا الحركة قليلة جدا أه الحركة قليلة بس بمارس حياتي بنشاط جدا في البيت بتاعي يعني أنا اللي بنظف وبطبخ وبعمل كل شيء لأولادي بس المشكلة بتاعت الفتء السوري يعني أنا لسه عامله وربط حزام بقالي تسعة شهور وخايفة إنه يرجعني لأنه رجعني مرتين اتنين مع انسداد معاوية حضرتك في المرة الأولانية لما عملت العملية عملت بعدها التقوية للعضلات البط لا لا لابسة بس الحزام من يوم العملية ما بقلعهوش غير عند النوم طيب وبعد كده عملت مرة تانية عملية فتاة تانية عملتهم على سنتين وربعض طيب حضرتك عايزة تقولي إن الحركة بتاعتك قليلة فإزاي تنظم الأكل وكمان بتحب الحلويات صح؟ آه وهي عايزة تعرف تحل لمشكلة دهون البطن زي تابعين يا مدام سامن ممكن مشكلة دهون البطن زي عند كل السيدات خاصة كمان السيدات يعني كان في حمل وإنجاب وكلام ده كل ده بتزود دهون البطن هو ليه بتزود دهون البطن؟ لسببين الأول إن العضلة بيبقى بعد الحمل تبقى ضعيفة فمحتاجة إن بعد الحمل إنك أنت تقويها محدش فينا طبعا بيعمل رياضة بعد الحمل طب فبالتالي المنطقة الضعيفة دي هي أحسن منطقة لتخزين الدهون لكن أنت لو عملت تمارين تقوي عضلة البطن عمر الدهون ما تتخزن فيها لأن بص الدهون والعضلة القوية ما بيبقاش مع بعض أبدا عشان كده بنقول شد العضلة بعد الولادة لأن حصل تراهه للعضلة والعضلة ضعفت فبننصح إن يبقى فيه رياضة بس بيختلف إذا كانت والدة طبيعية أو والدة قيسرية الولدة الطبيعية ممكن بعد الشهرين تبتدي القيسرية لأ بنستنى عليها شوية لحد ما تتحسن قوي والجرح بتاعها هيبقى لم تماما عشان ما فيش واحدة تيجي تقول حد قال لنا بعد شهرين أي حد يعمل تمارين لأ لازم يبقى الدكتور النساء خلاص تماما الجرح تماما وكويس فهي تقدر تعمل تمارين شد البطن لكن ما فيش أي اختراعات تانية ما فيش كريمات ما فيش وصفات الكلام ده مش موجود إنك تحسني العضلة بتاعتك هو ده الطريقة ده أول حاجة الحاجة التانية تحسين العضلة ده ما يجيش غير بالرياضة بالرياضة سراحة ونوع الأكد لكن الحزام وربط البطن لا ده على فكرة موضوع ربط الحزام اللي هو بعد الولادة أنت بتعمليه لأول أسبوع بس عشان تلمي تساعد العضلة أنها تلم بس بعد كده لازم يتشاهل لأن العضلة لو حاست طول الوقت إن في حاجة هي اللي شايلها عمرها ما تبقى قوية هتضعف أكتر لأنك عارفة زي حاجة أنت دايما سندها فهتلاقيها بتزيد ضعف يعني أنت عندك أي عضلة لو ما حركتهاش حط عضل جسمك عضل رجلك لو ما تحركتيش تلاقيها مع الوقت بتضعف فبالتالي لازم العضلة دي تشتغل هتشتغل هتقوى العضلة فعشان كده عشان كده أنا سألتها السؤال إنها بعد عاملها كان لازم تعمل تمارين إنها تحسن العضلة بتاعتها عشان كده هي عملت تاني فهي المشكلة ما حلناها ده بالنسبة لموضوع الرياضة إحنا نشد العضلة بالرياضة بس مش حاجة تانية طب لو هي مش متاح لها فكرة إنها تعمل رياضة أو ما بتقدرش بتقول برضو عندها خشونة ممكن يبقى عندها مشاكل صحية تانية ما تخليهاش تقدر إنها تطلع برياضة يبقى بصي هقولك على حي دايماً السؤال ده بنسأله حتى بنتسئله حتى مع الناس الكبيرة في السن أنا بقولها حركي عضلة جسمك كلها هي بتقول بتعمل شغل البيت كويس لكن شغل البيت عمره ما بيخصص لكن أنا ممكن وانا قاعدة بتفرج على التلفزيون أحرك جسمي وانا قاعدة حركات بسيطة أنا بقول لهم ارفعوا رجليك وفي الهوى شوية حركي جسمك يمين وشمل وانتي قاعدة تحريك العضل ده مش محتاج إن أنا لازم أروح جمه ولازم أبقى سايبة شغلي لا في حاجات ممكن أنا أعملها في البيت وعلى فكرة الناس اللي بتعمل الحاجات التمارين البسيطة في البيت أنا بحس نتائجهم أحلى ليه لأن الاستمرارية والوقت الأكبر لأنك إنت لو في البيت تعملي كل يوم إن شاء الله لو عشر دقايق لو كل يوم في البيت أحسن واحدة تنزلي كل شهر مرة الجم لا اللي بتعمل عشر دقايق كل يوم وحاجات بسيطة دي أحسن الحاجة التانية الأكل والأكل اللي على فكرة بيلعب دور كبير جدا أو فوق ما حد يتخيل قد إيه الأكل بيلعب دور كبير فعشان كده بنقول نوع الأكل يعني أنا لما يجي أقول لها مثلا في النشويات لأن فيه الدراسات كلها أثبتت إن النشويات ولا الدهون أكتر بيتاخن لقوا إن الناس اللي بتنظم النشويات بتخص أحسن فالمفتاح السحري في التخصيص هو النشويات طب هي ما بتاكلش نشويات بتاكل سكريات أي ما هي السكريات نشويات يعني عشان كده برضو مفهوم الناس مش فهمها إن النشويات هي سكريات يعني هو ده كل ده يندريك تحت يعني كل الحاجات الحلوة داخلها برضو نشويات أي ما هي الكربوهيدريت ما إحنا عندنا بروتين ودهون وكربوهيدريت الكربوهيدريت يخش تحته كل النشويات والفاكهة وكل ما هو حل كل ما هو مصكر فبالذبت دي نشويات إن هتلاقي الكيك معمولة من الدقيق هتلاقي مثلا لأ وداخلها دهون فيها أكيد سامنة وفيها سكر صحيح لكن اللي أنا عايز أقوله الباق اللي بيندرج الأكتر إنها تحت النشويات وجود الدهون مع النشويات على فكرة هي دي من القواعد العلمية المهمة إن برضو الحاجات اللي لقيناها في الرجيم بتحقق النتائج كويسة قوي إن أنا أفصل النشويات عن البروتين ده في الأكل في الأكل مش في الحلويات في الأكل فأنا في أكلي لما بأخذ الوجبة بتاعتي بتبقى عبارة عن بروتين ومع دهون وشلت النشويات خالص بنسمي إحنا سيباريشن فصلت النشويات عن البروتين ده نوع من أنواع الرجيم اللي بيحقق نتائج أكتر يعني هي محتاجة أكتر إن هي تبعت خالص عن فكرة السكريات والنشويات وتنظم أكلها طبعا يعني الفكرة مش فكرة إنه الأكل قليل هي بتاكل قليل بس بتدخن ما هو ده اللي إحنا ما يقوله قليل لكن سعراته عالية قوي ومصدره مش حل نوعه مش حل فعشان كده واحدة ممكن تيجي تقولك أنا والله صاحبيتي بتاكل قديك تلات مرات أنا اللي بأدخن وهي بالزبط وتيجي تقولك أصلا أنا بأدخن من الهواء أصلا أنا لو شميت الهواء لو شربت المية أدخن تهي مش حقيقة هي الفكرة إنك بتاخدي حاجات قليلة لكن سعراتها عالية ده أول بند البند التاني إنك بتاخدي دهون مشبعة ونشويات فالبندين دول مع بعض بيخلوا الموضوع التخصيص صعب قوي وبتبقى حاسة إنها محرومة لا إحنا بنقول لها تنظيم الأكل ونوع الأكل بصي كلمة نوع الأكل دي يعني إحنا لو عرفنا كلمة نوع الأكل إزاي إحنا ناخد الأكل الصح ونسيب الأكل الغلط سدقيني هو ده المفتاح وترق الطهي كمان بتفرق كثير قوي طبعا بس ترق الطهي قولي سهلة يعني ليه لأنك لو بقى بتقولينهم يعملوا حاجات في الفرن سهلة لكن لما المشكلة بتجي في الاختيار يعني أنا أقول لها مثلا لما البطاطس مثلا ناخدها على مثال ونحسن نوع نشويات البطاطس لو حاجة مشوية أو في الفرن صحية إنما أنت أول ما بتقليها لا كده الدنيا بازل يعني البطاطس لو تعملت صانية في الفرن بيبقى نزق يعني نسبة الدهون فيها والنشويات فيها أقل الطريقة أسليمة لكن أنت فبالتالي سعارتها نعم والكميات بقى الكميات بصي النشويات دائما من أقل الكميات لكن في حاجة اسمها إيه إن أنا لما أجيب بطاطس صاية مسلوقة بتديني مثلا 86 سعر حراري لكن لو جينا أقلناها هتديني 230 بص الفرق ده أول حاجة الحاجة التانية إن المقلي ده قد إيه فيه دهون مشبعة ودهون المشبعة دي قد إيه يا مضرة فعشان كده بنقول واحدة بتاكل يعني الاثنين كاله بطاطس بس دي كالتها بطريقة صح وكمياتها أكبر مش هتدخن التانية كالت المقلي وطبعا هي عارفة أنهو بتدخن فهي هتاخد كمية بسيطة لا ليه ده ناسي بتقولك أنا يعني بناءنا كده حاجة بسيطة كده طب الشيء مش هيك مش زبت كده ترجمة نانسي قنقر